الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا ورساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن رغض الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة المحسين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري نهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب الله وإذا تتنا عليه آياتنا وأنه استكبر كأنه يسمعها كأن في أذنه وقعا فبشره بعذاب منهم إن الذين آمنوا وعملوا الشالحات له كيلات النعيم خالدين فيها وعذى الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل باب وأنذرنا من السماء فأميبتنا فيها من كل زوج هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني هذا خلق الذي دونه بني الظالمون في ضلال مبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الظالمين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولب الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا لإنسان بوالديه حملة وأمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني والوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تجعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من الأناب إليه ثم إلي موجيكم فألبيكم بما كنتم تعملون يا بني إنما إن تكن ثقال حبة من خودا فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بي الله إن الله لطيف خبير يا بني أتني الصلاة لا تؤمر بالمعروف وليعننك ليصبر على ما أصابك من ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض برحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واربد من صوتك لأنكر الأصوات وصوت الحيير ألم تروا إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ضايرة وباطنة ومن الناس لن يجادر في الله بغير علم ولا عبى ولا كتاب وإذا قيل يوم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان تعالوا يدعوا إلى عذاب السعير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يولي الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الافتقين صراط الذين أنعمت عليهم وعير المغبوب عليهم ولا الظالمين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعوة الوثقى وإلى الله عاكبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا موجههم إلينا موجههم فننبلهم بما عملوا إلا الله عليم بذات الصدور نمتعون قليلا ثم نغطرهم إلى عذاب غير وليس أرتون من خلق السماوات والأرض وليقول إن الله قلوا حمد لله بل أكثرهم لا يعلمون من ما في السماوات والأرض إن الله هو الونير حميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبقر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واعده إن الله سمير بصير ألم تر أن الله يولج الميل في النهار ويولج النهار في الميل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بها تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأننا يبين من دونه الباكر وأن الله هو العلم الكبير ألم تر أن الفيك تجري في البحر بلغة الله بيريكم من آياته إن في ذلك آيات لكل صبار شكيم وإذا وشعهم نوض كالظلن دوار الله مخلصين لهم الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم يقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كن ختار كفور يا أهل الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا موهود هو جاز عن والد شيئا إن عبد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده وين الساعة وين الزل ويف ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب ودا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عميل الخبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون اشتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض باب اليوم في ستة أيام ثم استوى على العرش بارك من بريده من وله ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقا بإنسان مكين ثم نجعل نسله من سلالة من ماء به ثم نسواه ونفخ في جنوحه وجعل لكم السماء والأبصار والأفيدة قليلا لا تشكين